إن لله وإن إليه راجعون وفاة سجين من مساجين تسعينات واسمه الأخ رشيد يلقى بكشك بسجن باتنا بعد 30 سنة من السجن ظلما وعدوانا رجل بسيط هذه شهادة الأستاذ الأخضر عزيز يتكلم عليه يقول رجل بسيط وكل أبناء بالكور يعرفون أنه غير مؤهل عقليا وقدموا إشهادا بذلك الجهات المختصة رغم ذلك سجين بتهم واهية وتحت إجراءات المحاكم الخاصة الظالمة ليمضي أكثر عمره وراء القضبان لقد قضيت معه أياما في سجن برواقية فكان رجلا ببراءة الأطفال ذهب إلى ربه يشكو إليه ظلم الظالمين الذين لم يراعوا فيه عدلا ولا إنسانيا اللهم اغفر الله وارحمه وانزله منازل الشهداء واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة حزبنا الله ونعم الوكيل وعند الله تجتمع الخصوم اللهم أمين يعني هذا شخص كان مصاب مسكين في عقله لما اعتقلوه في التسعينات لم يكن بعقله كاملا مريض ومع ذلك لفقوا لتهمة وفوتوا عند المحاكم الخاصة وحكموا إليه المرجح أنه 25 سنة الحكم أو مؤبد ما زال بعد 30 سنة بعد 30 سنة يوجد على الأقل على الأقل 310 من التسعينات مصادر تحدث على 160 هذا مؤكد على 160 لكن كائن أرقام أخرى لم تضعف لأن الناس يعتقدون أنهم قتلوا أو أنهم فقدوا أو مخطوفين لكن في الحقيقة بعضهم رأم مسجونين واللي هي التقديرات اللي عندنا وهذا من عدة سنوات أنهم أقل شيء الآن 310 فترة كانوا 330 وقد توفى عدد منهم في هذه الخمس سنوات قد يجزدون عن 20 شخص ظلموا عدوان هؤلاء اللي رأهم موجودين الآن في السجون العصابات اللي عندهم 30 سنة و28 سنة أغلبيتهم لم يحملوا سلاحا أغلبيتهم لم يتورطوا فيما يسمى بالعنوة العنف والإرهاب أغلبيتهم لنحن عارفين أن هذا العنف والإرهاب الجزء الأعظم منه كانت وراءه المخابرات الإرهابية لعل شهادات شهادة الأخ أمر ربحي فيها جزء تلقي على جزء وهو مرة لحد الآن معايا في خمس حلقات ولعل لحد هذا يكون حلقة أخرى فيها جزء عما تعرضوا له بل رغم أنه لم يقضي إلا خمس سنوات في السجن مقارنة بمن قضوه عشر وخمستاش وعشرين وحتى ثلاثين أو أكثر ظلم عظيم في شهادته المرة الماضية يتحدث كيف أن حراس للسجن في الشلف كانوا يضربون المصاحب بأرجولهم أحد الحراس يستهزئ بهم في صلاة العيشة يقول لهم عليكم تصلوا ربي راه راقد أعوذ بالله من هؤلاء هذه هذه قطرة راهي كين شهادات رهيبة وأنا من هنا أدعو كل الذين عايشوا تسعينات كيفما كانوا أينما كنت من هذه الجهة أو من تلك الجهة صحيح أو مفبرك داخل السجون أو خارجها اكتبوا شهاداتكم وتوبوا إلى ربكم وعودوا إلى رشدكم خاصة اللي يرهم ما زالوا في المسؤوليات وما زالوا في المناصب لأن في النهاية إنك ميت وإنهم ميت في النهاية كل نفس ضائقة الموت في النهاية لا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام وعلى ذكر هذا في حديثي المرة الماضية يمكن قبل حوالي أسبوع على سيسي وعلى ما يفعل في مصر ذكرت الآية وقلت فاستخف قومه فأعطعوه إنهم كانوا قوم سوء فاسقين الحقيقة مكاش سوء كان فقط الآية قوم إنهم كانوا قوما فاسقين وفي التفسير لي يقتلوا أبناءكم ويستحيي نساءكم قلت أن من بين الاستحياء هو والاستخدام الجنسي والاختصابي لآخره هذا تفسير موجود لكن التفسير اللي مرجحينه بعض العلماء هو أن يستحيي نساءكم بمعنى أن منتركهم أحياء للخدمة والحقيقة والحقيقة أن التفسيرين يتكاملان لأنه ما معنى للخدمة جزء منها للمعاملات والخدمات الظلم والخدمات الفساد الأخلاقي إلى آخرها من قوسين هذا فقط وأشكر كل اللي رسلوني وأنا دائما أقول وأكرر رحم الله مرئن أهدى إلي غيوبي رحم الله كل من يبعث لي بتصويب إذا كان على حق فأنا أستفيد منه إذا كان هو اللي غالط فأنا دائما أشكره حتى وإن كان اللي أرصلي ربما كان هو اللي غالط فلا تترددوا أنا لست من النوع الذي ينزعج أو يقلق أو بالعكس أنا أشعر بارتيح كبير جدا لأن الناس أولا تتابع وثانيا عندما يروا شيء سواء كانوا يروا بحق أني أخطأت فيه أو ماشي بحق فهذا يسعدني يعني أنا عندي حتى نرجسية الحمد لله